ألف مبروك نتيجة منطقية جداً لأحدث المباراة الله يبرك فيك طبعاً مبروك للنادي الأهلي جمهوره لعبته مديره الفني وجهاز ومجلس دارته طبعاً كل مباراة انت بتكسبها زي معالي وكباتن دي بتديك خطوة للتاتوت بطولة الدوري انت المطلوب منك انك تكسب فقط لغيت مش مطلوب منك تنتظر نتائج الخسم لان انت مباراتك لو كسبتها كلها انت هتتفوق على الخسم بفارق نقطتين فالمطلوب منك ان انت كل مباراة بالنسبة لك هي مباراة بالضبط هي مباراة كؤوس يا مباراة للتتويج بطولة الدوري العام كان الحديث يمكن قبل في بداية الاستوديو ان احنا الدوري العام وبطولة افريقيا وهل ده ممكن يشغل عندها هل ممكن الامور تبقى فيها مشكلة بالنسبة لعبت النادي الأهلي على التركيز تركيزك في الدوري انا اعتقد وكلنا عارفين وكلنا لعبنا الحمدلله في النادي الأهلي وخدنا بطونات كتير ان النادي الأهلي لعبته ومديرينه الفنيين بيقدروا يفصلوا كتير بتقدر تفصل من بطولة دوري عام لبطولة افريقيا وحصل كتير جدا 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 اه طبعا ديوجة نظر انا كمان يعني انك انت النهاردة بتخرج من بطولة بتدخل في بطولة تانية ممكن اول عشر دقايق بتسرح شوية ما بتدخلش في الاجواء لكن في بعد كده انت خلاص بتاعي ان دي مباراة مهمة بالنسبة لك الافضل او اللي بيخليك تعمل كده ايه ان انت نادي الأهلي اتعود دايما انه كل مباراة يكسبها فمش هتفرق معي بقى اذا كان بطولة دوري عام بطولة كاس مصر بطولة افريقيا ماتش ودي اي مباراة حتى لو بنلعب ماتش خماسي مش هتفرق معنا الفكرة كلها ان انت اهدافك كلها هي على المكسب في اي بطولة بتلعبها في حتة التغيير من بطولة لبطولة ما بتفررش مع لعبة النادي الأهلي كتير لانك انت الهدف بالنسبة لك في كل مرة بتلعبها المكسب لالي الشيط التاني يمكن الحياة يعني ورانا شكل المقولين العرب تمام وقدي الكورة بتاعة المقولين العرب النهاردة يمكن وطريقة لعبهم هي كانت يعني طريقة لعب قديمة شويتين تلاتة يعني بلغة الكورة انا بكلم جدا على فكرة قديم كانت عليها الحاجة مهمة جدا قال دايما المدير الفني اللي بيلعب بزون ببعنده استراتيجية مهمة جدا في الهجوم يعني انا نهاردة بيلعب زون زون ديفينس يعني عندي استراتيجية عندي مثلا اتنين بيلعبوا بيهجموا عندي خطورة مرتين تلاتة على الاقل في الشوط الاول المفترض يعني طبعما انت بتلعب مثلا بالعشرة او بتلعب تسعة مدافعين بالشكل ده هم مترسسين على فكرة هم كمان مش يعني مش منظمين ليه مش منظمين الشوط الاول فيه تلات اربع حرص وتيحت للنادي الاهلي بينيات كان ممكن النادي الاهلي يسجل فيه اهداف تمام فانت النهاردة قدام فرقة الغرض منها انك انها تبوز لعب النادي الاهلي انها مش بس تقفل على مفاتيح اللعب لا انها تبوز طريقة لعب النادي الاهلي الشوط التاني زي ما قالوا الكباتن التحركات السريعة الكرات البيانية الكرات العرضية اللي تلعبت التغيرات الجيدة من موسمان النهاردة طريقة لعب النهاردة بنشوف الراجل ابتدى بقى يعني يخش في الاجواء الحقيقية بتاعت الدور العام ويعرف ازاي الفرقة بتلعبك فبيشيل سنتر باك ويحط مكانه في فروت ويحط واحد زيادة في نص ملعب والاثنين يبقى سبتين على طرف الملعب ويخلي علي معلول يبقى بيلعب كأن وينج الشوط التاني دي طريقة لعب تناسب الدور العام المصري لانك انت في فرقة كتيرة جدا هتلعبك بالطريقة دي وهتلعبك بالشكل ده فانت عشان تتغلب على دي لازم يبقى دايما عندك اتنين في التمنتاشر لازم يبقى دايما عندك اتنين وينجر سبتين مجدي افشل النهاردة كان المفترض انا من وجهة نظري هو نزل كتير اول نص ملعب كان المفترض النهاردة يبقى موجود في التمنتاشر بشكل كبير جدا ولكن الشوط التاني بشكل عام الاهلي احدث فارق احدث فارق في السرعات احدث فارق ان هو مش بس يعني اغير ونوع من طريق هجومه زي ما قالك تعالى من شوية وقال الكبات ان هو لعب كرة طولية ببعض الاحيان كان بلعب كرة طولية ببعض الاحيان بيوصل بالدبل باس ببعض الاحيان حاول ان هو يصوب اكتر من تصويب على المرمى قدر في النهاية ان هو يسجل هدف وقدر يسجل هدف التاني كان الاداء رائع على الشوط التاني اه الاداء الشوط الاول مكانش يعني مكانش على القدر اللي يخليك ان ان انت او انت قاعد برا طولي اللي هسجل اهداف ممكن ولكن الشوط التاني اتغير الوضع يعني تغير الوضع لان دايما ان ما بتحس بخطورة والموديل الفني بيحس ان الامور ابتدت تتصعب عليه بيحاول يبتكر في الملعب بيحاول ياجد حلول وده اللي عمله النادي اللي قال الشوط التاني واجد حلول سجلنا هدفين وطبعا يعني كان الاداء يعني الشوط التاني ارتقى لاداء النادي اللي قالي بعض الوقات